السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم لليمونات او المونادة او الصودات اتمنى ان شاء الله تعجبكم وتفضلوا معي باش تشوفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركتي الله لتحضير هاد المونادة او لليمونات سوف نحتاج الكركدي اللي هو ابسكيوس نغسله مزيان من الغبار انا استعملت تقريبا قياس كأس كأس شاي يعني كأس صغير ديال الاتاي كوب ديال الاتاي سوف نغسلته مزيان دابا نكوب عليه تقريبا كأس كبير ديال الماء الماء طيب يعني الماء الفاتر وغدا نخليه تقريبا نصف ساعة باش يطلق مزيان المنافع دياله هاد الوصفة مزيانة مليت وحشو الوليدات لليمونات اللي كتباع في الكوميرس او هنا جبت استاء ديال ليمون دعين لغدا نعصرهم او لا ممكن تستعمل البرتقال كذلك من بعد ما مرات نصف ساعة غدا نصفي هاد المحلول او المشروب من بعد ما صفيتها دابا غدا نضيف لها السكر غني غنحليها ممكن تحليوها بالعسل الى بغيتو ولكن انا فش درتها بالعسل ما عجبتهمش ما عجبتش الوليدات ذاك شي باش درت السكر الاسمر ممكن تحليوها بشي عسل اللي يكون المضاق دياله خفيف ما يكونش مجهد او او دبس التمر اذا كانوا قبلوهم لكم سفي تقريبا ثلاثة ديال المعالق ديال السكر اللي ضفت ولكن كتبقى على حسب طوق ديالكم انا هاد الكيميا كلها يعني غت عطيني في الاخير لتر ونصف ديال هاد ديال الموناد او لليموناد او السودا هنا غنستعمل ماء غازي عندي اطرو ديال الماء الغازي اللي كيتباع في كوميرس وكاس الستة ديال الموندارين اطاني كاس ديال عاصر غدا نضيفو عاصر الموندارين اللي ممكن تعودو بعاصر البرتقال وغدا نضيف الماء الغازي وغدا تشاهدو التفاعل كيف دا إلا بغيتو هاد البواصون يعني هاد المشروب يبقى عندكم زوين هاد السودا خسكم تصيبوه في نفس النهار وتستهلكوه في نفس النهار يعني كنوضعوه في تلاجة ولكنو جين عندكم الضيف وبدو تستعملو يعني سودا ناتوريل او لليموناد طبيعية كتتحضروه في نفس النهار وكتوضعوه في تلاجة إلا بقى ليلة كاملة كي بده يمشي منه المفعول ديال المشروب الغازي يعني الماء الغازي تمنى إن شاء الله تكون هاد الوصفة عجباتكم إلى عجباتكم ما تنسوش تكلوها ليه في الكومنتر باش نتشارك معكم وصفات أخرى بحل هاد النوع وإلى وصفة جديدة إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة